نظرة الرعب التي ظهرت على وجه لوكاس رييز الوسيم هي تماما ما توقعته أليسا تذكرت أن هذا يشبه تماما ما شعرت به من الرعب عندما أخبرها ثاديوس للمرة الأولى ما معنى العبارة التي يرددها دوما الشرط الملزم قالت بإصرار هذه مجرد مهزلة ما من رباط قانوني ملزم بهذا الشكل وفقرة كهذه لا معنى لها إطلاقا أجابها ثاديوس بحذر الأمر ليس بهذه السهولة راح يفسر لها أن معاهدات الزواج قانونية وملزمة وما زال يعمل بها في أجزاء عديدة من العالم لسيما بين العائلات المالكة ظافرت أليسا باستياء لدي أخبار لك نحن لا نبيع الناس هنا في أمريكا لا أحد يتحدث عن البيع ما زلت أقول لك إنها معاهدة زواج لكنها غير شرعية قل للأمير فيليكس إنني قلت ذلك وإن جاد لك فقل له أنه يمكنه أن يلتهم ذلك الشرط الملزم اقرأي العقد قبل أن تتخذ أي قرار فالعقد يطلب من آل ريز أن يعيد إحياء هذه الأرض من جديد واستعمالها إلى الأبد في تربية الخيول والمواشي وإلا فإن المصرف سيستولي عليها وأنت تعلمين ما الذي يعنيه ذلك هي تعلم ذلك حقا فهناك مستثمر محلي يلهث وراء هذه الأرضة الشاسعة متشوقا لتحويلها إلى مجموعة من المنازل الرخيصة التي لا قيمة لها يا له من أمر مؤلم خسارة أرض أمها أمر سيء جدا كما أن خسارتها لصالح مستثمر بائس هو أمر أسوأ لكن الزواج من شخص غريب سألته باستغراب كيف أمكنك أن تنص مثل هذه الوثيقة اعترف لها ثاديوس أنه لم يفعل ذلك محامو الأمير فيليكس قاموا فعليا بكافة الإجراءات القانونية وهو لم يفعل أي شيء حسب قوله إلا وضع بعض النقاط على الحروف كانت لا تزال تأن بسبب تلك الوثيقة عندما أسقط عليها نورتون الأخبار الجديدة حفيد فيليكس الأمير الذي سمح لجده أن يشتري له عروسا هو في طريقه إلى هنا لينفذ الاتفاقية لن ينفذ أي شيء الوثيقة بوجودة يا أليسا وأخشى القول أنه ليس هناك ما أستطيع القيام به يمكنك تغييرها إجراء بحوث حولها إيجاد سوابق تسمح لنا بفسخها هذا ما سأفعله تبا أنا درست القانون لسنة جامعية واحدة وأعلم أن ليس هناك أي قانون لا يمكن نقضه كيف يمكن أن لا تعلم ذلك أنت أيضا كرر ثاديوس بنفاذ صبر اقرأي العقد وهكذا قرأته وكلما قرأته أكثر كلما رأت بوضوح مدى براعة محامي ريز في استخدام اللغة والحيال القانونية بدأ العقد محبوكا بطريقة لا يمكن مواجهتها لهذا أرسلت إلى الأمير فيليكس رسالة طالبة منه أن ينسى ذلك الشرط الملزم لكن لم يصلها أي جواب فتصورت أن هذا يعني أن الأمير الإسباني لن يتوانى عن القدوم إلى المزرعة تساءلت لما سيفعل ذلك هل يحاول أن يمسك بها من خلال العقد الموجود أي يعتقد حقا أنه يستطيع القيام بذلك والأمر الأكثر أهمية هو لماذا سيرضع بالزواج من امرأة لم يرها في حياته مطلقا بدأ لها أن الأمر الوحيد المنطقي فيما يحصل هو أن لوكاس رييز هو رجل تافه لابد أنه قصير قام سمين ويسيل لعابه بشكل دائم من شفتيه الكبيرتين ومن المؤكد أنه بشع بما فيه الكفاية ربما إلى درجة تخيف الأطفال أو أنه طويل ونحيل كالقصبة ولديه أذنان طويلتان بعيدتان عن رأسه وبعد عدة أيام قررت أنه من المحتمل أن يكون لديه نتوء أيضا بعد ذلك كادت هي وبيبي يسرعان أرضا رجلا غريبا طويل القامة أسود الشعر عينه تلتمعان بالنشاط والحيوية وهو فاتن إلى أبعد الحدود تبين لها أنه الأمير الإسباني وأنه لا يملك أي فكرة عن من تكون أو عن السبب الحقيقي لوجوده هنا احتقد الرجل بصدق أنه أتى إلى هنا ليرى فرسا أما الحقيقة فهي أنه أرسل إلى هنا ليراها هي كأنثى صالحة للإنجاب حسب رأيي لوسيوس ألم يكن يصفها دائما بكلمات يستعملها مالكو الخيول عندما يتحدثون عن أنثى الحصان بدأ بالتحدث كذلك ما إن أصبحت في السادسة عشر من عمرها لطالما أسمعها أنها تنحدر من سلالة مميزة ولديها بنية جيدة وأنها ستكون زوجة جيدة لشخص ما شخص يملك المال ويستطيع أن يعيد الحياة إلى هذه المزرعة هذا ما قصده بالفعل مع أن أحدا لم يتجرأ على قول ذلك له بعد مرور عدة أشهر أرسلها لوسيوس إلى مدرسة داخلية في شرق البلاد ثم إلى الجامعة عادت إلى المنزل عندما مرضت أمها ثم رجعت إلى الجامعة بعد وفاتها لتعود للمرة الأخيرة عندما أصبح لوسيوس على فراش الموت والآن ها هي هنا تحدق بالشخص الذي من المفترض أن تنجب أولادا منه الرجل الذي اشتراها من لوسيوس حسنا لوكاس رييز لم يشترها حتى أنه لم يعرف شيئا عن الاتفاق مع ذلك ما زال الأمر مهينا بالنسبة إليها ما إن علمت بحضوره والفضل في ذلك يعود لجورج اتصلت هاتفيا بثاديوس وطلبت منه أن يقود سيارته على الفور ليأتي إلى هنا ليستلم سزمام الأمور اتبع ثاديوس أسلوبا جبانا فأخذ يدور ويدور حول الحقيقة ثم ترنح مبتعدا عنها وهكذا أجبرت على القيام بالعمل بنفسها وجدت نفسها تشرح للوكاس رييز لماذا هو هنا وهذا أمر مخيف ومذل في آن معا ساورتها رغبة بالضحك وهي ترى سمو الأمير الحائر لكنها لم تستطع أن تضحك فهي لا تزال تشعر بالإهانة على الرغم من شعوره بالارتباك والغرابة إلا أنه ما زال يبدو وسيما وقويا لوكاس رييز رجل شديد الوسامة شعره أسود ناعم عينه بلون البندق فكه قوي وهناك نتوء صغير في أنفه يزيد من جاذبيته لابد أنه كسر أنفه في وقت ما من الماضي أتراه تعرض لحادث وهو يمتط الخيل أم حصل له ذلك جراء شجار بسبب امرأة من الجيد أن تفكر أن امرأة ما قد تمكنت من إصابة الأمير بضربة مباشرة كل جزء من هذا الرجل ينضح بالوسامة أيضا فهو طويل القامة نحيل الجسم قوي العضلات وعندما عانقها يا إلهي عندما عانقها طرفت إليسا بجفونها ولاحظت أن لوكاس ينظر إليها بحدة كأنه أفع السامة تلاقب فأرا في الحقل أخافتها نظراته لكنها تفضل الموت على أن تدعه يعلم بما تشعر به هي لا تعرف الكثير عن الرجال وليست لديها رغبة بأن تعرف عنهم فما تعلمته من خلال مراقبة إذعان أمها للوسيوس كاف لها لكنها تعرف الكثير عن الخيول تعرف أن إظهار الضعف أمام حصان قوي يعني أن تضع نفسك في خطر مميت هكذا أجبرت نفسها على أن تكون قوية كالفولاذ أمام أسئلة الأمير الإسباني المحتمة ذكرت نفسها أن لا علاقة لها مطلقا بكل ما يجري وعليه أن يفهم ذلك بصورة مباشرة اشرحي عن نفسك سمعت أليسا صوته المنخفض ظن نبرة الآمرة فنظرت إليه بعينين ذيقتين ما زالت تذكر آخر مرة استعمل معها أحد فيها هذه النبرة كان يومها في الصف السادس حين طلبت منها الآنسة أليسون أن تعلمها بالسبب الذي جعلها تضرب تيد مارسيدين على أنفه بقبضتها أجابت أليسا لأنه اعتقد أنه يستطيع وضع يده علي وينجو بفعلته وعلى الرغم من محاولة الآنسة أليسون ضبط نفسها لم تستطع إلا أن تضحك لكن لا أحد يضحك الآن رفعت أليسا رأسها عاليا وقالت عذرا قلت سمعت ما قلته لكنني لم أعجب بالطريقة التي قلته بها تقدم لوكاس خطوة إلى الأمام لكنها تمكنت من البقاء ثابتة في مكانها فهذا أفضل لأنها ستتمكن بهذه الطريقة من إبقاء نظرها مثبت عليه قال بنعومة هذا يوم طويل جدا يا عزيزتي إنني متعب ومتوتر كما أنني لم أتناول الطعام منذ الصباح ولست بمزاج يسمح لي بسماعي أي سخافات أسفة لأنك وجدتنا نفتقد لأصول الضيافة قالت أليسا ذلك ببرودة كأنها تسخر منه ثم تابعت لكنني متعبة ومتوترة مثلك وبفضل حضورك أيضا لم أتناول أي طعام فمجرد معرفتي بوجودك هنا أفسد شهيتي شهقت ماء أطبق بيديه على كتفيها أنت سريعة جدا بإطلاق الشتائم وأنت سريع جدا بإظهار طبعك الناري أريد أجوبة على أسئلتي وأنا أريدك أن ترحل إذا تعاوننا ربما يمكننا الحصول على ما نريده معا كاد لوكس ينفجر بالضحك على الرغم من الغضب الكبير الذي يملأه يا إلهي هذه المرأة قوية حقا هذا لا يعني أنها ليست خائفة فعلى الرغم من تظاهرها بالشجاعة يمكنه أن يشعر بأنها ترتجف تحت يديه أهي خائفة منه حقا تمنى أن لا تكون كذلك صحيح أنها أغضبته بل أثارت غيظه هي الكلمة الأقرب إلى الحقيقة لكن لا رغبة لديه مطلقا في إطارة خوف النساء لسيما النساء ذوات العيون الزرقاء والملامح الفاتنة يا إلهي كيف تمكنت بسرعة من أخذ أفكاره بعيدا عن الموضوع الأساسي مو شتتة إرادته وعقله هذا أول كلام منطقي أسمعه منك سينيوريتا رفع لوكس يديه عن كتفيها وتابع إذن تابعي اشرحي عن نفسك آه آسف ابتسامة لا علاقة لها مطلقا بالابتسام ظهرت على شفتيه ثم أكمل باستياء ما قصدته؟ هل يمكنك التكرم بإخبار ما الذي قصدته بتلك الجملة الخفية المعنى؟ بأي طريقة اعتقد جدي أنه اشتراكي قررت آليسا أن تتجاهل سخريته حان الوقت للانتهاء من هذا الأمر كما قال لك ثاديوس جدك ووالدي غير الحقيقي وقع اتفاقية دفع فليليكس إلى لوسيوس نصف المبلغ المتفق عليه كان لوكس يراقبها من خلال عينين ذيقتين وحدتين ومتى سيتم دفع النصف الثاني؟ عندما يتم إنجاز الشرط الملزم حسنا إنني أنتظر ما هو ذلك الشرط الملزم؟ إنه إنه يقضي الشرط الملزم شعرت كأن لسانها قد التسق بسقف فمها كيف يمكن لمرأة أن تخبر رجلا أنه من المفترض أن يتزوج بها؟ تورد وجه ثاديوس نورتون وقال أرأيت يا أليسا؟ الأمر ليس بمنتهى السهولة في النهاية سار المحام عبر الغرفة حتى وصل بالقرب من لوكس وقدم له الملف الذي أخرجه من حقيبته يبدو أن بقاءه لدقيقتين بعيدا عن خط النار ساعده كي يستعيد شجاعته اقرأ ذلك بنفسك يا سمو والأمير أظن أن الأمر أكثر بساطة بهذه الطريقة هزى لوكس رأسه ثم أمسك الملف وأخرج منه رزمة من الورق بعدئذ أدار ظهره إليهما وبدأ بالقراءة مرت نصف ساعة بعدئذ استدار نحو المحامي قائلا هذا عمل جنوني إنه وثيقة زواج أظلم وجه لوكس وقال بغضب لا تذر غضب يا نورتون يبدو أن ذرات الشجاعة القليلة فارقت المحامي فقال متلعثما أنا لا أحاول إثارة غضبك يا سيدي أنا فقط أذكر الوقائع تلك الوثيقة مجرد مسحة رمى لوكس الأوراق على المكتب ورآها تقع على الأرض كأوراق الشجر الجافة ثم تابع يقول لا أحد يوقع وثائقك هذه في هذه الأيام هزت أليسا رأسها موافقة وعلقت هذا ما قلته تماما وأعلمت ثاديوس قاطعها لوكس بحدة أعلمت ثاديوس أنا متأكد من أنك فعلتي أم أنك أمليت عليه تلك الوثيقة بنفسك هل استعنت بكتب من العصور الوسطى لتحصل على وثيقة تمكنك من إيقاعي في الفخ بصورة محكمة سارت أليسا نحوه وعيناها تلمعاني من الغضب أنا هل تعتقد أنني تهني أخبرك شيئا ما يا سيد ريز دمنا ما لوكس اسمي الأمير ريز أو سمو الأمير افهمي ذلك جيدا نشأن لي مطلقا بألقابك يا سمو الأمير حتى أنني لم أعرف بها من قبل هل تعتقد حقا هل تعتقد أنني أريد أن أربط اسمي باسمك حتى على قصاصة من ورق توقفت أمامه مباشرة ثم رفعت يدها مشيرة بأصابعها الأربعة إلى وسط صدره وهي تتابع أبدا هل تفهم ذلك؟ أيها الحاكم العظيم لم يحصل ذلك ولو بعد مليون سنة ولو بعد من أتي بأتي مليون سنة بل إلى الأبد يعرف لوكس جيدا كيف يمكنه إيقاف سيل تلك الكلمات الغاضبة التي تطير من فمها الجميل كل ما عليه القيام به هو أن يضمها إليه ويدفن يديه في شعرها ويعانقها يا إلهي كم يرغب في القيام بذلك كم يرغب في مراقبة عينيها وهما تمتلئان بالغضب ثم يرقبهما وهما تمتلئان بالشوق هل هو مجنون؟ لقد قرأ للتو وثيقة مليئة بالحيثيات القضاءة قانونية معقدة والتي تلزمه بزواج المدبر بينه وبين أليسا مونترو مكدونوف فكر بذيق أن الإسم الأول لعائلتها يعطي تفسيرا واضحا لذلك الغضب والطبع الناري لقد اكتشف للتو أن جده المحبة المتواطئة والمدبرة للمكائد وربما الخريفة أيضا قد رهن اسمه وثروته لهرة برية في تيكساس وها هو يرغب الآن في معانقتها ما يحتاجه فعلا هو الخروج من مستشفى المجانين هذه يجب أن يحصل ذلك الآن على الفور وليس غدا قال هذا كله لن يوصلنا إلى أي مكان استنتاج رائع نظر إليها بغضب لكنه قال بهدوء لا تحاولي إثارتي بدأت أليسا بالكلام ثم بدأ بوضوح أنها فكرت أن من الأفضل لها أن لا تفعل فالمرأة ليست حمقاء أنا متأكدة من أنك ونورتون اعتقدتما أن هذه الوثيقة عمل ذكي جدا ولا أدري كيف تمكنتما من جعل جدي يوقع على هل هذا الكلام السخيف والطرهات القانونية شهقت أليسا أنا لا علاقة لي مضلقا بهذا كله سرع نورتون أيضا إلى إضاحي الأمر وأنا أيضا يا سيدي لست أنا من وضعها قام محامو جدك بمعظم العمل ثم أرسل الأوراق إلي حيث وقعها موكلي أمام كاتب العدل ثم أرسلناها إلى إسبانيا ليوقع عليها جدك أيضا وبعد ذلك ضرب لوكاس بقبضة يده على المكتب مرة ثانية مفكرا بعبوس أنه بعد الانتهاء من هذه المسرحية كل هذه المفروشات ستصلح طعاما للنار لا أملك أدنى اهتمام بالخطوات التي اتبعت يا نورتون أنا أتحدث عن ما كانت تلك الجملة أمضى لوكاس أربع سنوات في جامعة بال ولديه مكتب في نيويورك وأمريكا تعتبر اليوم بلده الثاني لكن اللغة الإنجليزية خالته في تلك اللحظات المكيدة عن المخطط اللعين الذي وضعته أنت وماكدونوف وهذه الآنسة الساحرة أتحدث عن المؤامرة اقتربت أليسة منه أكثر وهذه المرة كادت تحدث ثقبا في صدره بإصبعها وهي تقول مؤامرة مؤامرة جدك ووالدي اتفق معا على على بيعي لك وأنت تتهمني بأنني أحيك لك مؤامرة شهقت أليسة ما إن أمسك لوكاس برسغها وأدار ضراعها إلى موراء ظهرها تصرفه هذا جعلها تقف على رؤوس أصابعها وتندفع بجسدها فجأة نحوه جاءت ردة فعله قوية فتسلبت عضلاته بتوتر على أثر الإحساس بها وقال بصوت ناعم ومنخفض تستطيع وحدها أن تسمعه أليست ردة فعل هذه هي الغاية المنشودة لك يا عزيزتي تضعين الطعم أمام الطريدة وتظاهرة بالبراءة ثم تظهرين غضبك بطريقة ماهرة تجعل أي أحمق مسكين يصدقك قالت من بين أسنانها لابد أنك معتوه ابتسم لوكاس وظمها إليه أكثر لتتظاهر بالبراءة عزيزتي فأنا لست أحمقا أنا لا أشتري أي امرأة وإن فعلت ذلك فلن أدفع اسمي وثروتي لها إن فكرت بأن ذلك ممكن فأنتي تهينين ذكائي قالت أليسا بصوت مرتجف ما فكرت به الآن هو أنك بغيض جدا ولا تستطيع الحصول على امرأة بمجهودك الخاص وكما هو واضح كنت على حق شهيقت ما إن اشتد الضغط على رسغها قال نورتون بسرعة أيها الأمير لوكاس من فضلك السيدي لقد أسأت الفهم ارتجف صوت المحامي ففكر لوكاس برضى أنه يبدو كرجل يراقب عود ثقاب مشتعل يقترب ببطء من صندوق من الديناميت أضاف الرجل بسرعة الأنسة مكدونوف أليسة تقول الحقيقة كانت تلك فكرة جدك وموكلي أجد من الصعب تزديق ذلك إنها الحقيقة يا سيدي وبإمكان الأمير فليكس تأكيد ذلك لم تعرف الأنسة مكدونوف أي شيء عن الاتفاق حتى وفاة لوسيوس عندها نقلت إليها الأخبار السعيدة بأنها ستصبح أميرة أهذا ما حصل؟ ابتسم لوكاس ببرودة وتابع لكنك فتاة ذكية بالطبع ولابد أنك علمت أنه من السهل أن تفلت هذه الفرصة الثمينة من بين أصابعك أخبريني كم ذلت من الجهد لتتوصل إلى هذه المكيدة لكي تتأكدي من عدم هروبي قال نورتون بنبرة متوسلة سيدي اتصل بجدك دعه يؤكد لك قصتي ولما يجب علي أن أتحمل هذه المشقة؟ لن أعمل على إخفاء أي صفة على هذا العقد المازل نورتون لقد تمكنت من خداع رجل عجوز ولكن تفع جدك نصف المبلغ المقرر لصمو الأمير النصف فقط وأنا لم نصف المبلغ هو أكثر مما تستحقه هذه الأرض المعزولة التافهة أفلت لوكاس يدى إليسا فتعثرت متراجعة إلى الوراء وراحت تحف أثار أصابعه التي ظهرت في لحمها الطري تابع قائلا إن كنت تريد المزيد يمكنك مقاضاتنا على ذلك قال نورتون بهدوء ألح عليك بشدة أن تتصل بالأمير فيليكس فلا رغبة لدي بمقاضاتك السيدي لكنني ملتزم بتحقيق رغبات موكل حتى النهاية بدأ بوضوح أن المحامي المسكين مازال يرتجف لكنه مصمم على القيام بمهمته حتى النهاية وهذا ما جعل لوكاس يتوقف للحظة مفكرا اعترف لوكاس ولو لنفسه فقط أن فيليكس قد يوافق على هذا الكلام السخيف لكن من غير الممكن أن يوافق جده على اتفاقية زواج كهذه لابد أن هذا أمر أقدم عليه مكدونوف أو نورتون أو ربما مرأة الساحرة نفسها فأضافه إلى الاتفاق على الأرجح أن فيليكس وافق على شراء المزرعة بسعر يضعف سعرها الحقيقي فهو رجل عجوز لم يعد يتمتع بصحة جيدة كما أن لوسيوس مكدونوف كان صديقه أما ما يتعلق باتفاقية الزواج الأمر الذي يستمر هذان المجنونان بتسميته الشرط الملزم فهو مجرد مصحة سيذكرها لفيليكس فقط كي يضحكه أخذ لوكاس هاتفه النقال من جيبه لابد أنها ساعة مبكرة جدا في بلاده لكنه لا يهتم مطلقا لذلك حان الوقت ليدرك حقيقة هذا الأمر قال بنبرة آمرة اخرج من هنا سرعان ما هم المحامي بالخروج لكن آليسة بقيت في مكانها وقد شبكت دراعيها فوق صدرها وقالت ببرودة هذا الأمر يتعلق بي تماما كما يتعلق بك لذلك فلن أخرج أمان لوكاس رأسه وقال ببرودة مماثلة كما تشائين عزيزتي هكذا سأتمكن من رؤية وجهك عندما يضحك جدي مما سميته الشرط الملزم طلب لوكاس الرقم الخاص لهاتف جده دق الهاتف لفترة طويلة وأخيرا أجابه صوت لا يشبه الصوت الذي ينتظره قال الصوت بحذر من المتكلم؟ أجاب لوكاس بغضب الأمير لوكاس من أنت؟ أنا سمع لوكاس بعض الغمغمة الغير مفهومة ثم صوت فيليكس المألوف لديه لوكاس؟ أجل يا جدي من كانت تلك؟ بأهمية للأمر سكريتيات جديدة أين أنت؟ أنا في المكان الذي أرسلتني إليه المزرعة الكبرى إنه اسم مغلوط بالكامل إذ كانت هناك مزرعة فيما مضى وما رأيك بني؟ أخبرتك للتو المكان في حالة مرعبة المباني تكاد تنهار والأرض قاحلة وليس هناك أثار للمواشي قال فيليكس بنفاذ الصبر أعرف ذلك ماذا عن البقية؟ أي بقية يا جدي؟ هل تقصد الفرس؟ ليس هناك فرس أيضا لا شيء هنا سوى محام يسر على أننا ندين له بسعر مضاعف لثماني الأرض ومرأة بحاجة إلى دروس في السلوك الحسن ساد الصمت لفترة ثم ضحك فيليكس بصوت منخفض قبل أن يقول هذا ما أخبرني به والدها لوكاس السؤال هو هل أنت الرجل القادر على إعطائها هذه الدروس؟ ارتفع الشعر في مؤخرة عنقي لوكاس واستدار نحو أليسة التي كانت تقف مستقيمة الظهر وهي تشبك ذراعيها وقد رفعت ذقنها لدرجة بدت مستحيلة بالنسبة له قال لوكاس بنعومة شدي ما الذي تقصده؟ إنه سؤال بسيط يا صغيري هل أنت رجل بما فيه الكفاية لتروض هذه الأنثى؟ تبدلت نبرة فيليكس وظهر بعض المكر فيها وهو يتابع ما أنني فهمت أن ابنة صديقي القديم يمكن وصفها بالمهرة أكثر منها بالفرس هل توافق على ذلك يا لوكاس؟ أبهد لوكاس الهاتف عن أذنه وحدق إليه كأنه سيرى وجه فيليكس إذا ما حدق بشدة ثم ارتمى على الكرسي أعاد الهاتف إلى أذنه وقال مستخدماً اللغة الإسبانية هذه المرة هل تعلم بشأن عقد الزواج؟ بالطبع لكن لماذا؟ أنت تعرف السبب يا لوكاس فأنت لم تعود صغيراً فكر لوكاس إنني في الثانية والثلاثين هذا صحيح لكنه يشعر الآن وكأنه في الثانية عشر من عمره فقط وتابع يقول أنا في الثانية والثلاثين وقبل أن تكرر الحديث الذي قلته سابقاً أعرف ما هي مسؤولياتي وأعلم أن من واجب أن أنجب أولاداً ليحمل اسم عائلة رييز وأعلموا ربما من الأفضل أن تقول إنني لم أعد يافعاً شدي إنها من سلالة ممتازة وهي جميلة جداً كما أنها تتمتع بصحة جيدة استعاد فيليكس نبرة المكر السابق وهو يتابع وقد أكد لي والدها أنها عذراء رمى لوكاس نظرة أخرى باتجاه المرأة عذراء إنها امرأة تشتعل كاللهب بين ذراعي الرجل ليستك مجرد كذبة أخرى اسأل لوكاس هل أنت معي؟ قال لوكاس وهو يحاول أن يبدو هادئاً أسف جدي لم أسمعك ما الذي قلته؟ قلت ما الذي يمكن للرجل أن يسأل عنه أكثر من ذلك؟ قال لوكاس بحزم أسف جدي لن أتزوج من تلك المرأة بدأ له كأن صدى كلمته تلك يتردد في الغرفة رمى نظرة قاسية باتجاه أليسا ماكدونوف ولاحظ أن تعابير وجهها لم تتبدل بالطبع لا فكر وهو يشعر بالارتياح أنها لا تفهم كلمة واحدة من اللغة الإسبانية أنت رجل راشد يا لوكاس افعل ما يحلو لك حسناً سألك غداً إذن في وقت متأخر حسناً إذن ليس عليك أن تدفع أي مبلغ من المال إلى المحامي الموكل بتنفيذ الوصية هز لوكاس رأسه بعد أن تبين له أن فيليكس سليم العقل تماماً وهذا أمر مريح بالطبع فهمت فقد دفعت أنت المبلغ الكافي منذ البداية إنه جزء من الاتفاق يا لوكاس هل قرأت الاتفاقية؟ اقرأها من جديد وبهدوء أكثر هذه المرة ستدرك أنه إذا لم يحصل الزواج فأنت لا تدين لهم بشيء هذا خبر صار صحيح طالما أنك فهمت سعل فيليكس وبدى سعاله عميقاً استمر السعال لوقت طويل وظهر الاضطراب على وجه لوكاس شدي هل أنت بخير؟ مرة ثانية سمع تلك الغمغمة الغامضة ثم عاد جده ليتكلم معه لم يكن يسعل الآن لكن صوته بدى ضعيفاً قال الرجل بذيق أنا بخير أين كنا؟ نعم أنت لن تعطي المال لتاديوس نورتون سيستولي المصرف على المكان الآن ليتمكن من الحصول على القسم الباقي من المال وهناك مستثمر متشوق للحصول على تلك الأراضي ما يفعله المصرف ليس من شأننا يا جدي أوافقك الرأي فهذا الأمر يعود إلى الفتاة فهي تشعر بارتباط عاطفي بالأرض لكن هذا أيضاً لا يعنينا نظر لوكاس إلى أليسة من جديد لم يظهر على وجهها أي تعبير لكنه رأى عينيها تلمعاني بدموع لم تنهمر بعد هل فهمت ما الذي يقوله؟ من يهتم لذلك على أي حال؟ بالطبع ليس هو إن كانت تحب المكان كثيراً فلماذا لم يتركه لها والدها؟ إنها ممثلة جيدة هذا كل شيء يمكنها أن تبدو مشتعلة كالنار عندما تحتاج إلى ذلك وباردة كالثلج عندما يتطلب الوضع برودة لكنها بدت متقدة المشاعر عندما عانقها فهل كان ذلك نوعاً من التمثيل؟ أم أنها شعرت بالإنجذاب نحوه؟ هل تمكن عناقه من تحريك مشاعرها؟ فاستجابت له بشغف قال فيليكس وهو يتنهد حسناً قمت بما أستطيع القيام به قلت للوسيوس أن الفتاة لن تخسر الأرض لأنها ماء تصبح زوجتك حتى تتمكن من دفع المبالغ المتأخرة وستصبح الأرض ملكاً لها كما هي لك لكن لا تهتم للأمر حكى لوكس وجهه بيده وقال جدي لا أستطيع أن أجبرك على تنفيذي بنود الاتفاقية يا بني أتفاهم ذلك؟ إنها خيبة أمل لي لأنني لم أستطع تحقيق رغباتي صديقي المتوفي ولكن جدي لابد من وجود وسيلة لتخطي ذلك أخشى أن أقول أنه ليس هناك أي وسيلة لا بأس يا لوكس أنت لست مسؤولاً عن الفتاة لا بالطبع لا إنها من ضمن مسؤولياتي المحامي وأنا متأكد أنه سيهرع لمساعدتها لابد أنك قابلته أليس كذلك رجل قصير بدين وليتصبب عرقاً؟ استدار لوكس ونظر إلى ثاديوس نورتون الذي كان يمسح جبهته ماذا تعرف عنه؟ أخبرني لوكس أن نورتون يهتم بالفتاة اهتمام حقيقي أتفهم ما أقصده؟ يا إلهي كيف يمكن لأمر بسيط كهذا أن يصبح بمثل هذا التعقيد؟ أتعني أن نورتون يريد المرأة لنفسه؟ قال لوكس ذلك وهو لا يزال يتحدث بالإسبانية ويراقب أليسا هل ازداد تورد خديها؟ لا لابد أنه يتخيل ذلك أجل لكن هذا هو الحل المثالي نحن لا ندفع المال المتبقي وأنت لا تتزوج والفتاة يهتم بها المحامي لم يقل لوكس أي كلمة للحظات قليلة بعد ذلك تعمد أن يقول بوضوح جدي دخلنا في هذا الاتفاق من أجل عمل جيد نحن أنا من فعل ذلك يا لوكس وليس نحن قال لوكس بذيق عائلة ريز من قامت بذلك؟ لذلك سأخبرك من الذي سأفعله سأمزق الاتفاقية الشرط الملزم وكل ما سواه وببساطة سأقدم لها أو للمحامي سأرى من هو المناسب أكثر المال المطلوب وهكذا سنتمكن من الاحتفاظ بالمزرعة سنعتبر عملنا هذا هدية لذكرى صديق قديم لا رفع لوكس حاجبيه وقال ولم لا؟ أنا ولوسيوس عقدنا اتفاقا تبا لم أعلم ذلك أخذ نفسا عميقا قبل أن يتابع اسمع يمكننا القيام بذلك كعمل من أعمال الإحسان يا جدي أسغي إلي يا لوكس يجب أن تلقي نظرة أخرى على الاتفاقية إنها محددة ودقيقة جدا إن لم يحدث الزواج فلن يكون هناك دفعة أخيرة ستضيع المزرعة شعر لوكس بنبض مؤلم خلف عينه اليسرى فهو لم ينم ولم يأكل ولم يشعر بلحظة راحة لعجب أن رأسه يؤلمه شدي ربما أنت لم تفهم اقتراحي إنه نوع من الإحسان ردت أليسا بحد أنا لا أريد هذا النوع من الإحسان اللعين حدق لوكس بها أتراها فهمت كل الحديث الذي دار بينه وبين جده فجأة سمع سعالا قويا عبر الهاتف تلاه سعال آخر وآخر وآخر لم يسمع لوكس جده يوما يسعل على هذا النحو فتله كأن جده يغرق جدي جدي تلشى صوت السعال وسمع صوت آخر عبر الهاتف أنا آسفة أيها الأمير لوكس لكن جدك لا يستطيع متابعة هذا الحديث قال بصوت كالزائير ما الذي تقصدينه؟ ما الذي يحدث؟ من أنت بحق السماء؟ أنا ممرضته سيدي و... يا إله السماوات اتصري بسيارة الإسعاف فورا ماريا هيا بسرعة انتهى الاتصال بسمع عدد من الأصوات القلقة حاول لوكس جاهدا أن يسيطر على نفسه ثم استدار مواجها آليسا مكدونوف قالت سمعت كل شيء كل كلمة فأنا أتحدث لغة بلادك هل أنت متفاخر إلى درجة تعتقد معها أنني لا أستطيع القيام بذلك كما أنني لا أريد أي إحسان منك لا أريد منك أي شيء لا أريد علي العودة إلى إسبانيا في الحال حسنا هذا أمر جيد لأنك وأنت ستأتين معي هل تكون مغفلا؟ لا وقت لدي لأضيعه في جدال عقيم هناك مسائل يجب حلها ولا أستطيع البقاء هنا للقيام بذلك ها اسمع أنت تقدم عذرا سخيفا عن أفضى لوكس جزءا من بعد الظهر ومعظم المساء مع هذه المرأة وهي ما زالت غريبة بالنسبة إليه لكنه تعلم أمرا وحيدا وأكيدا عنها هو يعرف كيف يجعلها تصمت ضمها بسرعة بين ذراعيه وجذبها نحوه ليعانقها قاومته آليسا بالشدة ولم يفاجئه ذلك لكنها ما لبثت أن تأوهت وأطلقت تلك التنهيدة التي تنبئه باستسلامها لعناقه استمر في معانقتها لثانية واحدة فقط ليشعر بجمالها وشوقها ثم أمسك بكتفيها ونظر إلى عينيها الغامضتين هل ستمشين معي؟ أم يجب علي أن أحملك؟ لا يمكنك القيام بذلك ضحك لوكس وسرعان ما رفع آليسا بين ذراعيه وحملها إلى خارج المنزل ترجمة نانسي قنقر